اعلنت الشرطة الكينية اليوم الاثنين توقيف شاب وصف بانه قاتل متسلسل بعد اعترافه بقتل اثنتين واربعين امرأة وذلك عقب اكتشاف تسع جثث مشوهة في مكب نفايات بالعاصمة نيروبي الشاب يدعى كولينز جاميسي خالوشا ويبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما وقالت الشرطة انه لا يحترم حياة اي انسان وقد وقعت هذه الجرائم بين عام الفين واثنين وعشرين والحادي عشر من يوليو عام الفين واربعة وعشرين تم توقيف خالوشا امام موقع في نيروبي مساء الاحد حيث كان قد ذهب لمشاهدة نهائي كأس اوروبا لكرة القدم واعترف خالوشا باستدراج اثنتين واربعين امرأة وقتلهن والتخلص من جثثهن في مكب النفايات في حي موكورو جنوب العاصمة الكينية حسب ما قال رئيس مديرية المباحث الجنائية امين محمد خلال مؤتمر صحفي كان المشتبه به يحاول جذب ضحية اخرى عندما القت الشرطة القبض عليه وفقا للسلطات واضاف محمد نحن نتعامل مع قاتل متسلسل هو قاتل متسلسل مضطرب عقليا لا يحترم حياة الانسان وعثر على المشتبه به بعد تحليل بيانات هاتف احدى الضحايا واشار محمد الى ان السلطات عثرت اثناء تفتيش منزل المشتبه به على منجل يعتقد انه استخدم لتقطيع اوصال الضحايا وصفا اياه بانه مصاص دماء وتابع من المؤسف والمحزن جدا ان المتهم اكد ان ضحيته الاولى كانت زوجته التي خنقها قبل ان يقطع جثتها ويلقيها في مكب النفايات ولفتت الشرطة الى ان عمليات البحث لا تزال مستمرة في مكب النفايات وفي منزل المشتبه به الذي يبعد نحو 100 متر عن المكب